استطاعت الطالب منيرا جاسم الشوملي ذات العشرة أعوام التغلب على إعاقتها البصرية والتفوق على أقرانها في صفها الدراسي وهي الآن تحتل المراتب الأولى في لوحة الشرف بمدرسة العروبة الابتدائية للبنات وتدين الطالب منيرا الفضل في ذلك إلى والدتها التي قامت بمبادرة ذاتية بتحويل الكتب المدرسية إلى لغة برايل لكي تظل ابنتها إلى جانب زميلاتها في الصف العادي وأن تحصل على أعلى معدلات التحصيل الدراسي بدأت قصة منيرا جاسم الشوملي مع فقدانها للبصر وهي ما زالت طفلة في سنواتها الأولى وبعد بلوقها سبعة أعوام أصرت الأم على أن تدخلها المدرسة وأن تلحقها بالصف الأول الابتدائي مع الطلبة العاديين وكان لها ما أرادت وبجهد ذاتي منها قررت الأم تعلم كيفية الكتابة بلغة برايل لكي تحول جميع الكتب المدرسية الخاصة بالصف الأول الابتدائي إلى لغة تقرأها بنتها بسهولة ودفعها ذلك إلى السهر لإنجاز هذه المهمة إلى ساعات الفجر الأولى كل يوم طبعا أنا انتقلت من شغلي القديم إلى المدرسة اللي بنتي بتنتقل فيها في المرحلة الابتدائية من الصف الأول على أساس أن أنا أتابعها في دراستها أسهل يعني أعمل مدرساتها أتابعها في لغة برايل حتى المناهج في بعض المناهج كنت أنا أحولهم لها بلغة برايل على أساس أسهل على المدرسات تدريس البنت وبالتالي حتى البنت تتدرس بشكل أفضل يعني بالنسبة حق وزارة التربية طبعا خصوصا إدارة التربية الخاصة ما يقصرون إذا أنا أتصل فيهم وأطلب منهم أي طلب بالنسبة حق بنتي جهاز لابتوب جهاز برونتو كل هذه يوفروا لي منير جاسم الشوملي بدأت قبل أيام سنتها الرابعة بمدرسة العروبة الابتدائية للبنات وتجلس اليوم إلى جوار زميلاتها وأمامها الجهاز الخاص بلغة برايل لكي تكتب ما تطلبه معلمتها على الجهاز وتدون ملاحظاتها بل إنها قامت بتأليف مسرحية كاملة نالت على إثرها جائزة من مدرستها يومي كنت صغيرة في صف الأول كنت بتعرفها على منيري يومي استنس تقود استنس لأنا تعرفت على منيرها ونيرا كانت ما تتكلمني أنا ساعتها على الحشي في صف الأول ويحن كلمت فضل مع المور في صف الثاني والثلاث كبرت كبرت وصرت صف الربع من يومي كانت تتكلمني فضل مع المور ونطلع معها ونسوعدها ونسوي لها كل شيء أنا عرفت من يومي أنا في صف الأول بس صارت صدقتي في صف الثاني وكل يوم أطلع معها في الفصحة ونروح نوكل ونلعب وساعدها أطلع لها اللابتوب وطلع لها الكتب من الشنطة وقام الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بتكريم الطالبة منيرا الشوملي لتفوقها وتمييوزها كما قام بتكريم أمها ومعلماتها ومديرة مدرستها نظير من بذلوه من جهد خلال السنوات الثلاث الماضية وساهمت في نجاح الطالبة وتفوقها تقصد شرفت اليوم بالحضور لهذه المدرسة لأكرم إحدى بنات الطالبات وهو تكريم أيضا للهيئة الإدارية والتعليمية في هذه المدرسة على جهودها في تطبيق سياسة تحرص الوزارة عليها وهي سياسة الدمج ذوي الاحتياجات الخاصة فلهم الشكر والتقدير وتهاني خاصة لجميع ولياء الأمور الذين يبذلون جهد كبير لدمج أبناهم بأن لله الحمد هذه السياسة نجحت وبإذن الله تعالى نسير دائما إلى الأمام لكل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات التعليمية قصة منير الشوملي هي إحدى قصص النجاح لتجربة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في الصفوف العادية التي انتهجتها وزارة التربية والتعليم تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة وتتوسع بها عاما بعد عام بعد أن أثبتت نجاحها في الأعوام الماضية ترجمة نانسي قنقر